لأصل الإيمان معنيان أحدهما التصديق مع الإقرار كقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين والثاني من الأمان ومن المعنيين كليهما اشتق اسم الله المؤمن فالمؤمن هو الذي يصدق نفسه ويشهد لنفسه بالتوحيد قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وهو الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال قال تعالى ولله المثل الأعلى والمثل الأعلى هو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه وهو الذي يصدق رسله ويؤيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهو الذي أمن من عذابه من لا يستحقه وأمن خلقه من أن يظلمهم قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فمن أيقن أن الله هو المؤمن أكثر من ذكره فحصل له بذلك الأمن النفسي والسعادة القلبية قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني أمن القلب وطمأنينته ومن أيقن أن الله هو المؤمن رضي بشرعه لأن شرع الله أمان للعبد في الدنيا والآخرة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله قد ضمن لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أيقن أن الله هو المؤمن أمن الناس من شره وكف عنهم أذاه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ومن أيقن أن الله هو المؤمن لجأ إليه ودعاه ليؤمنه من عذابه يوم القيامة قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما